بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة موضوع الانتحار اليوم يشغل العالم كثرت ظاهرة الانتحار للأسف السبب بالدرجة الأولى هو الغفل عن الله سبحانه وتعالى وسوف نثبت ذلك بلغة العلم والأرقام أيها الأحبة أول شيء أخي الحبيب اعلم أن كل من ينتحر هو فاقد للأمل هذا من الناحية العلمية لا يوجد إنسان يقرر أن ينهي حياته إذا لم يكن يعاني من اكتئاب شديد فقدان كامل للأمل ليس لديه أي أمل في الحياة وهو أيضا فقد الأمل بالله يعني الإنسان الذي يقدم على الانتحار يكون فاقدا للأمل من كل شيء للأسف يعني طيب ما هو علاج هذه الظاهرة كيف نظر الإسلام لظاهرة الانتحار طيب عقوبة من ينتحر هل كل من ينتحر يخلد في جهنم طيب هل يمكن أن نجد عذرا لإنسان لديه مشكلة نفسية مثلا هذا سنتناوله بالتفصيل ولكن قبل ذلك أيها الأحبة أنا أود أن أبدأ هذا اللقاء بآية كريمة على لسان سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب فقد ابنه وفقد ابنه الثاني أيضا بعد ذلك وقالوا له أكله الذئب عن سيدنا يوسف عليه السلام وحزن كثيرا الأب حتى إنه فقد البصر أيضا طيب ماذا قال لأبنائه هنا انظروا إلى قوة الإيمان وقوة الثقة بالله قال يا بني الذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله انتبه معي أخي الحبيب ولا تيأسوا من روح الله هل انتهت الآية لا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون كل من يأس من الله ومن رحمة الله هو كافر إنه لا ييأس من روح الله إلا الكافرون لماذا لأن الله تعالى يقول لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال في آية أخرى إن الله كان بكم رحيمة الله عز وجل سيحل مشكلتك مهما كانت فلماذا تفقد الأمل بالله إذن فقدان الأمل من الله هو كفر بنص القرآن طيب الله عز وجل عندما تحدث عن ذلك الإنسان الذي يقتل نفسه ماذا قال سبحانه وتعالى قال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة علماء النفس أيها الأحبة يقولون إن الذي يقبل على الانتحار أو من يحاول أن ينتحر يحتاج إلى دعم نفسي ويحتاج إلى مزيد من الرحمة والأمل يجب أن تمنحه الأمل والرحمة لأنه فاقد للأمل فقد الأمل في هذه الدنيا وفي هذه الحياة وبالتالي أقدم على الانتحار الله عز وجل هنا أعطانا خطابا مليئا بالرحمة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة انظروا كم هذا الإله رحيم أمرك أن لا تقتل نفسك فإذا ما أقدم إنسان على قتل نفسه هو يتحدى الخالق عز وجل ولكن هناك أيها الأحباء بعض الناس الذين يعانون من اضطرابات نفسية فهذا الشخص الذي يعاني من مشاكل نفسية هو يتصرف ويسلك السلوكا يشبه السلوك إنسان مجنون رفع عنه القلم المجنون لا يحاسب النائم لا يحاسب الذي فقد عقله لا يحاسب إذن هنا أيها الأحبة هذا الإنسان إذا أقدم على الانتحار لا نستطيع أن نقول إنه سيكون في الجنة أو في النار لا نستطيع هذا أمره إلى الله ندعو له بالرحمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه وهو بين يدي الله إن يشأ يعذبكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم إذن هذا الله علم به لذلك من الأشياء الخطيرة للأسف التي انتشرت على مواقع الإنترنت أن بعض الناس يسعى لتحديد مصير فلان وكأنه أخذ دور الإله استغفر الله يعني من هذا الكلام يقول فلان هذا لن يدخل الجنة وفلان هذا سيدخل النار طيب يا أخي لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة جميلة أنه أكد أنه هو نفسه لا يعلم ما يفعل به إلا أن يتغمده الله برحمتي والنبي قال يعني بما معنى الحديث إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة أو لن يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمة إذن كلنا لن ندخل الجنة بأعمالنا إنما برحمة الله وبالتالي الذي يموت منتحرا هناك فرق بين إنسان حاقد على الله سبحانه وتعالى ملحد وصل إلى اليأس من كل شيء لديه عدوانية تجاه الخالق عز وجل تجاه خالقه وهذا نجده بين الملحدين كثير لذلك نجد أكبر نسبة للانتحار بين الملحدين أكثر من ثمانمائة ألف إنسان يموتون انتحارا كل سنة حسب إحصائيات الأمم المتحدة ثمانمائة ألف إنسان حول العالم يعني تصور أخي الحبيب كم العدد هائل يعني كل يوم أكثر من ألفين ينتحرون حول العالم هذا كل يوم من رحمة الله بنا أن أقل نسبة للانتحار في العالم الإسلامي بسبب قوة تعاليم الإسلام وبسبب أن الإسلام يغرس في أعماق الطفل منذ طفولته الخوف من الله والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لذلك نجد أن نسبة الانتحار قليلة جدا ولكن بسبب الإعلام أي إنسان ينتحر الإعلام طبعا يتناول هذه القضية ونشعر وكأنها الظاهرة لا هذه المعدلات طبيعية جدا وموجودة كل سنة بحدود من سبعمائة ألف إلى ثمانمائة ألف معظمهم الذين ينتحروا من الملحدين وهذا في دراسة نشرناها على موقعنا على الإنترنت أثبتنا فيها أن أقل أعداد من المنتحرين هم من المسلمين لماذا؟ لأن الإسلام يحرم بشدة الانتحار طيب على الطرف الآخر إنسان يؤمن بالله ولكن مر بأزمة نفسية أفقدته عقله وأقدم على الانتحار وهو غير واعي وغير واعي ماذا يفعل طيب هذا أحبة في الله لا يمكن أن نقول عنه إنه مجرم وإنه كذا هذا حكم من رفع عنه القلم وأيضا لا نستطيع أن نقول سيدخل الجنة لأننا لسنا نحن من نوزع مصائر الناس أو نتحكم بمصير الناس الله أعلم ولكن لا مانع من أن تدعو له بالرحمة لأن من يعاني من مشاكل نفسية هذا إنسان مريض أخي الحبيب يتصرف بغير إرادته قد يرمي بنفسه من الطابق العاشر مثلا وهو غير واعي ماذا يفعل لذلك أحبة في الله أرجو ألا نضيق رحمة الله كثيرا أرجو ألا نضيق رحمة الله الله سبحانه وتعالى يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا لو أن الإنسان بيده خزائن رحمة الله لأمسكها ومنع الرحمة عن البشر ولكن الله رحمته واسعة سبحانه وتعالى الآن بالمقابل الإنسان الذي يقتل نفسه ظلما وعدوانا ظلما وعدوانا وتكبرا وتحديا للخالق هذا يمكن أن نقول الله أعلم مصيره قد يكون إلى النار والله أعلم طبعا أعلم بحاله ولكن النبي عليه الصلاة والسلام له حديث مرعب حقيقة يعني من تردى بحديدة مسدس أو سكين أو كذا أو من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يقتل بها نفسه يوم القيامة كل يوم خالدا فيها أبدا في نار جهنم طريقة عذاب هذا الشخص المنتحر تكون بنفس الآلة التي قتل نفسه بها ومن تردى من جبل أيضا هو في نار جهنم يتردى منها كل يوم يعني خالدين فيها أبدا ومن تحسى سما من أخذ سما أيضا يعذب بهذا السم يوم القيامة لذلك هذا الحديث يجب أن نعلمه لأبنائنا أحبة فلا وبخاصة السن الصغير سن خطير جدا لأنه ليس لديه معلومات واليوم الإعلام العالمي والضغط هذه المواقع خلال فيسبوك ويوتيوب وكذا تجعل دماغ هذا الطفل كأنه عبد لهذا الإعلام يتحكم به ينسونه تماما الخالق ينسونه يوم القيامة ينسى كل شيء يتذكر فقط هذه الألعاب التي يلعب بها وهذه المقاطع التي يشاهدها لذلك هو تجده مغيب تماما لذلك واجب علينا أن نذكر أبنائنا بهذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة وعواقب الانتحار يجب أن نعلم الطفل عواقب هذا الانتحار ونقول لهم من نعم الله علينا أنه خلقنا مسلمين وأنه حرم الانتحار بشدة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نذكر به أبنائنا ونذكر أنفسنا به قبل ذلك أن من أنهى حياته بطريقة ما من خلال دواء خلال سم خلال أي طريقة سيعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا لذلك القضية خطيرة جدا أيها الأحبة هو قضية الثقافة يعني العلاج مزيد من الثقافة والتعاليم الإسلامية نحن ينبغي أن نحبب أبنائنا بالإسلام ونقول لهم أن الإسلام دين جميل دين علم دين يحافظ عليك يريد أن ينقذك من الشر ينقذك من الانتحار ينقذك من المخاوف ينقذك من الأمراض يعني حرم الزنا والفاحشة والشذوذ ليحفظك ويقيك من شر الأمراض المنقولة جنسيا التي تفتك بكثير من الناس اليوم تدمرهم حرم عليك الخمر ليحفظ عقلك ويحفظ جسدك وينجيك من سبعة أنواع من السرطان يسببها الخمر حرم عليك النظر إلى النساء لينجيك من الزنا والفاحشة أمرك بالصلاة لأن فيها فائدة وراحة نفسية أمرك بالزكاة لأن فيها سعادة الذي ينفق المال يكون أكثر سعادة ممن يأخذ المال حسب جامعة هارفرد أمرك بالصيام لأن فيه علاجاً لأكثر من مئة مرض وجامعة هارفرد نشرت بحثاً مطولاً عن عجائب الصيام والأمراض التي يعالجها فالصيام شيء مفيد لنا فكل ما أمرك به الإسلام هو لضمان أن تحيا حياة مطمئنة حياة سعيدة حياة هادئة حياة خالية من المشاكل حرم النميمة والتجسس والظن السيء والسخرية كل هذا حرمه ليعطيك شخصية قوية ومحترمة وليبعدك عن الشر انظروا كثير من جرائم القتل وكثير من المشاكل سببها النميمة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك فأراد الإسلام أن يبعدك عن الشرور وأرادك أن تعيش حياة مثالية مثل حياة حبيبنا عليه الصلاة والسلام خالية من الهم خالية من المشاكل مليئة بالأمل مليئة بالطمأنينة لذلك الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم هذا في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون إذن أخي الحبيب علميا نسب الانتحار بين المسلمين من هي الأقل على الإطلاق حسب الدراسات والإحصائيات العلمية وأعلى نسب للانتحار بين الملحدين كأن هذه الدراسة تريد أن تقول لك الإلحاد يقودك إلى الدمار والانتحار الإسلام يقودك إلى الحياة حب الحياة الشيء الثاني الإسلام حرم الانتحار بشدة لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن من ينتحر ومن يقتل نفسه ظلما وعدوانا قلنا المريض النفسي له وضع آخر الله أعلم به من يقتل نفسه ظلما وعدوانا ومتحديا للخالق عز وجل هذا يكون خالدا في نار جهنم يعذب بالطريقة التي أنهى حياته بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل السوء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته